النهاردة انا حابب اتكلم في موضوع في طريق خلاص الحلقة او الجزء 68 في انوانها لكهنود في الاسلام ايه اللي بيماس دين الاسلام وكل الاديان اديان ربنا وكل الرسل رسل ربنا لا نفرق بين احد من رسليه وقالوا سمعنا وقطعنا وفرعنا كربنا وإليك المصير ايه اللي بيفرق ايه اللي بيخلي الاسلام في شوية فروق لانه اسلام تمام الدين اتمامت لكم دينكم انو مفيش بين العبد وربه هوسطة يعني حضرتك تمشي في الشارع تقول يا رب تروح الجامع تقول يا رب تبقى في الشغل تقول يا رب تروح الحج تقول يا رب في بيتك قاعد بتقول يا رب ربنا موجود في كل مكان وزمان طبعا مسألة الاستواء على العرش دي حقيقة لكن يعني المعنى ان الله يسمعك الله يراقبك الله يراك طبعا الرحمن استوى على العرش طبعا واسع كرسيو السماوات والارض ماشي فانت امام علاقة مباشرة واذا سألك عبادي عني فاني قريب قريب اجيب دعوة الداء اذا دعاني بل العراقة في الاسلام بالذات هي قائمة على اتصال مباشر لا يوجد وسيط لا وسيط عقاري ولا وسيط ديني ولا وسيط روحي ليه لانه خلاص قرر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه بتروح للشيخ تتعلم القرآن اه بتروح للشيخ تاخد اجازة اه لكن هذا الشيخ مش هو للنزل القرآن وهذا الشيخ مش هو للنزل الدعاء انما الدعاء اخطأ فيه رجل ذات مرة والحديث القدسي الشهير اللي رجل اه في الحديث النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يفرح بتوبة عبده لله ان الله يفرح بتوبة عبده اه احدكم من احدكم من احدهم في فلاه ومعه دباته هذه الدبة عليها حدارودي بس نوصل الحديث بالزبط عشان انا هقول طبعا كالعادة انه او كما قال صلى الله عليه وسلم هذه الدبة عليها متاعه فقد الطريقه فنام تحت شجرة قال انام هنا او اموت استظله وانام او اموت فيه روايتين صحي بعد ما ضعت منه الدبة تلاقاه قدامه قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب بس هو اخطأ المفروض يقول اللهم انا عبدك وانت ربي اللهم انا ربي وانا عبدك مش كده هذا العبد اللي فرح بدبته لما رجعت شوف فرحته قد ايه ضيع منك عربية ضيع منك مراتك تهت منك ابنك مش عارف راح فين كل الكلام ده كله وفجأة لقيتها قدامك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان ربنا بيفرح بتوبة العبد العاصي اكتر من فرحتك انت لما حاجة تضيع منك عزيزة وترجع لك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا العلاقة مدنية على علاقة مباشرة تصلي انت لا تذهب الى الصلاة تصلي عند الشيخ ولا تصوم عند الشيخ ولا تدعو الله عند الشيخ ولا تزكي عند الشيخ حكاية الوسيط اللي عملوها الجماعة دول اللي هو هيبقى الشيخ والمريد ده كلام فارغ قولا واحدا كلام فارغ اندما الشيخ هو للتعليم وليس لكي يوصلك الى الله اخترق حكاية الوصول دي ازاي انه انا اديك اجازة وانت تبقى مريد لي وانا وصلك ومن الاشياء الغريبة اللي كنت بسمحها وانا صبي صغير وكنت بصعد المنابر وهذه القصة سمعتها من راجل صوفي كان اسمه حسن ولا مش عارف اسمه كان اسمه ايه قاعد على المنبر كده وقال انا فيه واحد نداني اسمه منصور فيه واحد نداني وقال لي اسمع يا منصور قلتل اسمع انت ايه بقى يا عم قال له امي كانت تناديني وانا طفل بحبو يا شيخ منصور فازاي انت تقول لي يا منصور فبيعتبر ده يعني نوع من الاهانة انك تنادي باسمه لازم تقول له يا شيخ منصور وقام سرد القصة التارية بيقولك انه عبدالقادر الجيلاني كان معاه مريد من المريدين ومشيين ركبين البحر غرقة المركب عبدالقادر الجيلاني زي التلميذ وما بعفوش عومه فعبدالقادر الجيلاني نادى في الكون وقال يا قادر يا قادر ده هو اللي بيرو الرواية ايه اللي عصل ان ربنا بعط له خشبة من بقية القارب اللي اتعمل ده ركب الخشبة التابع المريد عمالي يقول يا قادر يا قادر وما فيش خشبة جات له فاستغرب فقال لي عبدالقادر الجيلاني شوف اللعبة بالعقول قال له ايه قال له مالي انت تدعو يا قادر يستجاب لك وانا اعطو يا قادر لا يستجاب ليه قال له ها انت مسألة مراتب درجات الله عمال ايه الدرجات دي عند ربنا اما انا فاقوله يا قادر فيستجابه ليه اما مثلك ايها المريد التعبان اللي بتدفع فلوس الموالد فلا يقول يا قادر انما يقول يا عبدالقادر فانت لو قلت يا عبدالقادر ربنا هنزلك الخشبة يقولك طبعا قاله يا عبدالقادر ليه بقى لانه عبدالقادر الجيلاني مدلوش الازن ده الكلام بتاع مين اسامة الازهارة وكل المتصوفة المبتدعة لانه هناك تصوف ان تكون زاهدا في الحياة متخوش شوشانه فان النعمة لا تدوم ده صحيح يلبس الصوف ده صحيح يقوم الليل ده صحيح يمسك لسانه عن الناس ده صحيح يزكي ولا ده كله تصوف ان تكون حياتك ليس فيها نعومة وهذا طريق الزهاد والعباد وفي رأيه ان العابد العامل كما قرأت في الصوفية انا قرأت كتير قوي ان العامل العابد هو اقرب الزاهدين واقرب المتصوفين الى الله ليه لانه عنده علم وبيعمل به وهناك عالم لا يعملوا بقلمه مهما يتصوف هو تصوفه زينة لازم يكون عندك علم وعمل ايه اللي بيحصل بقى في مصر دهاتي اللي بيحصل في مصر انه الاسلام اللي الناس فهماه منذ محمد جاري تغييره ولما يجري تغييره انه ننزع من الاسلام جزء الحركي اللي هو العمل والحياة والمشاركة الاجتماعية والمشاركة السياسية ونخليه اسلام متكاسل يعني ايه يعني انت ما بلغتش الدرجة ولا بلغت المنزلة ازاي ترفع وتقول يا رب ربنا مش هيستجبلك انما انت لازم تقول يا عبد الرب ولذلك جابوا لك شوية الناكرات اللي بيتبيع لك الكلام ده وبعدين يقول لك تمسح بالحسين ده عادي وتمسح بالسيدي ده عادي يا اخي نت تمسح بعدي الله فتحلك الابواب كلها قال لك اللعبة مش كده يا مع الله اللعبة ان فيه طيار اسلامي بينافس على السلطة مش كده ولا ايه ده اسامة الازهاري بيقول لها انا ديتك الاذن يا بنتي اذن بالذكر قولي يا عزيز ستمية تمانية وخمسين طب افرد قالت ستمية تسعة تسعة وخمسين هيبقى فيه عطل في النظام السيستم مش هيشتغل اسفك اتن السيستم مش هيشتغل وربنا مش هيفتح الابواب طب لو عملته بسبعمية قال لك لا لو ما قلتهش بالزبط مش هتقبل دعاك طب قالت بالزبط وما استغبش وانا اضمن لك كل حاجة وانا بابقى لك غسلة انا بابقى لك دعاء دور في نفسك ايه اوالين وهو ليس تحدث عن التصوف كل الناس تكلم عن التصوف ايه بقى لنا تكلم عن التصوف السوف السلفيين تكلموا عن الصحيح اللي هو ايه علاقة سلوكية بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا تفرضها على الناس ولا تزعم ان فيه علاقة بينك انت وبين ربنا خاصة بحيث ان انت ترفع درجة طبعا